فكرة التصالح دي فكرة الحقيقة يعني عاملة جدل كبير جدا من ساعة 25 إلى لحد النهار والقصة مش بس التصالح على فكرة الفساد والفلوس لا وكمان على فكرة الحياة السياسية والقتل وكذا المبدأ طول الوقت هل احنا دولة حتسن قاعدة التصالح مع من اخطأ لو قررنا هذا الاتجاه يبقى علينا ان احنا نعممه يعني تصالح مع الكل وحد يخش يقولك كمان تصالح مع الاخوان وبالنهاية ما تمحت تصالح مع من اخطأ كل الناس اخطأ في حد يقولك لا ان تصالح مع من اخطأ إلا في حق الدم إلا الإرهاب إلا اللي قتل إلا لشال سلاح إلا 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 ده اتجاه لازم نفكر فيه ولازم الدولة تحسمه لان انا في رأي ان الدولة حتى هذه اللحظة لم تحسم هذا الاتجاه تماما اتصلحت مع حسين سالم رجل الاعمال المعروف واحد من اهم رجال الاعمال في عصر مبارك الدولة اتصلحت مع حسين سالم وقرره بعد مفاوضات طويلة مع محامي انه يسترده حوالي خمسة وسبعة من عشرة مليار دولار من حسين سالم قيمة اصول وفلوس سيلة وممتلكات وعقارات وفلل ومش عرف ايه وطيارات ويخوت وكذا في مقابل التنازل عن التهم الموجهة ضده والسماح له بالعودة والعيش كريما في مصر اذا هنا في تصالح الكلام بعد الوقت عن التصالح مع مبارك خصوصا بعد الكلام اللي ظهر النهاردة وما سمي بوثائق باناما المسربة اللي اتكلمت عن شركة عملاقة يمتلكها الوثائق تحدثت انا بمقولش انا معلومات انا سيب الجهاد تحقيقيا اتأكد الوثائق تحدثت عن شركة عملاقة يملكها النجل الاكبر للرئيس الاسبق محمد حسني مبارك وهو علاء مبارك في باناما هذه الشركة فرع لشركة فرع لشركة يعني في النهاية لبسة طاية لخفة عشان ما تبنش ومنذ الاعلان عن هذه الوثائق البانامية النهاردة ثارت توار في مجلس النواب وبعض اعضاء مجلس النواب قالوا ازاي لجنة استرداد الاموال ما كانتش تعرف حاجة بقالها خمس سنين شغالة على جمع الاموال ومصادرها وماكنها والحسابات السرية والحسابات المعلنة وكذا ما فيه شركة بهذا الحجم وبهذه الملايين من الدولارات برة ومعرفوش عنها حاجة مشكلة وواضح ان الوثائق البانامية دي هتجيب ناس تانية كتير يعني يمكن الاشهر والاكبر دلوقتي وعلاق مبارك اللي ظهر النهاردة لكن من الواضح ان فيه ناس تانية كتير واضح انها كانت مدارية تحت علاء مبارك وحطة فلوس فيه هذه الشركة البانامية اللهو الخفي المعلومات دي صح ولا لا الله اعلم التحقيق هيكشف كل شيء بس احنا بنحر لكم تقرير كده تجميعي عن اين اللي بيحصل ورايحين فين وصفت بانها اكبر تسريب في تاريخ الصحافة حيث كشف تحقيق صحفي ضخم شارك فيها اكثر من مئة صحيفة حول العالم استند الى احد عشر مليون ونصف المليون وثيقة مسربة بان مائة واربعين زعيما سياسية من دول العالم بينهم اثنى عشر رئيس حكومة حالي وسابق اضافة الى شخصيات عامة واسماء بارزة في عالم الرياضة هربوا اموالا من بلدانهم الى ملاذات ضريبية لاخفاء ثرواتهم جراء معدة كشفتها الوثائق المسربة من قبل شركة موساك ونسكا التي تعمل في مجال الخدمات القانونية منذ اربعين عاما ومن بين الشخصيات التي ورد ذكرها في التحقيق الرئيس روسي فلاديمير بوتين اضافة الى شركات مرتبطة بافراد من عائلة الرئيس الصيني الذي يرفع لواء مكافحة الفساد في بلاده اسماء عربية ورد ذكرها في التسريبات وكان من بينها اياد علاوي رئيس الوزراء العراقي السابق وعلاء مبارك نجل الرئيس الاسبق الذي كشفت التسريبات بانه يمتلك شركة السسمار تدعى بان ورلد في جوزر فيرجن البريطانية تدار من خلال شركة موسيك فونيسكا وفي عام 2013 تم تغريمها 37500 دولار امريكي نعلم قيامها بالتحقيق جيدا من علاء مبارك والذي وصفته بانه عميل عالي المخاطر وفي عام 2014 بدأت وكالة في جوزر فيرجن تحقيقا مع موسيك فونيسكا وبان ورلد واعترف موظف الشركة بالتورد في مزيد من الانتهاكات وهم دفعها للاستقالة من كونها وكيلة لشركة علاء مبارك في ابريل من عام 2015 ولا تنحصل الاسماء الواردة في التسريبات بعالم السياسة بل تتخطاه الى عالم الرياضة وتحديد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا فهناك عضاء بالهيئة التنفيذية للفيفا استخداموا وفقا للوسائق شركات اوفشور اسسها مكتب موسيك وونيسكا وكذلك ميشيل بلاتيني اضافة الى اسماء لعب كرة قدم شهيرين جاء في مقدمتهم ليوني الميسي والمتهم ايضا في اسبانيا بالتهرب الضريبي حتحلاوه اوه 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 حتحلاوه كله حييجي على المقصلة مقصلة العدل والقانون يعني يمهل ولا يهمل له اي حد حيدي حيدي انا مبقولش ان الكلام ده في النهاية معنى انه هو حقيقي وموثق بس انا مقول قاعدة مطلقة انا عندي ايمان راسخ لا يتزحزح انه اسرق كما شئت او اظلم كما شئت او شر كما شئت والدارة واستخب كما شئت والكلام هنا كمان لوزير التربية والتعليم الدارة واستخب كما شئت لكن هتطلع هتطلع وحتيجي هتيجي وربنا حيقتص منك في الدنيا قبل الاخرة لان عدل ربنا لازم يبقى ايا للناس عدل ربنا لازم يبقى ايا للناس وإلا الناس استغفر الله العظيم هتكفر بعدل ربنا وهذا لا يكون فانا ايماني انه يمهل ولا يهمل في كل شيء وقسوها بقى لانتوا عاوزين